عزيزي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من المسيح والحل إزاي أحصل على السلام؟ سؤال مهم جدا بيشغل بال كتير من الناس السلام هدف أساسي لكل إنسان بس كيفية الحصول على السلام؟ ده بيبقى إزاي؟ في ناس بتحاول تقتني سلامها وأمانها باقتناء المال ناس بتحاول تحصل على السلام عن طريق العلم والارتقاء في المناصب أو عن طريق إعلاقات مشروعة أو غير مشروعة والحقيقة لو سألنا الناس دولة حصلتوا مع السلام اللي نفسكم فيه لو اتكلموا بصدق حيردوا بالنافي لا ولو قالوا أيوة حصل لنا السلام حتباني الحقيقة في أول مشكلة صغيرة وحيطير سلامهم المزيف في الهوى هباء عزيز المشاهد نفسك يكون عندك سلام حقيقي؟ حتى ولو كل المشاكل ترقمت على رأسك خليني الأول أجيب لك مثال من الكتاب المقدس في سفر دانيال إصحاح الثالث فيه ثلاث رجالة يهود رفضوا إنهم يسجدوا لتمثال من دهب فأمر الملك أن يحمى أتون نار سبعة أضعاف وتربطوا وتحدفوا في الأتون لكن المفاجأة إن لما رموهم في أتون النار لقاهم الملك مفكوكين وبيتمشوا في أتون النار وكان معاهم شخص رابع قدوا بالكم من شخص رابع خليني أقراها لكم من الكتاب المقدس ولم تكن النار قوة على أجسامهم وشعر من رؤوسهم لم تحترق وسراولهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليهم عارفين ليه؟ لأن المسيح كان معاهم وهو الشخص الرابع عشان كده بيقول المزمور في سبعة وعشرين إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حر ففي ذلك أنا مطمئن عشان تاخد السلام الحقيقي لابد أن يكون عندك علاقة حقيقية برئيس السلام اللي هو مين؟ اللي هو سيد المسيح يبقى تؤمن برئيس السلام اللي هو الرب يسوع وتعترف بزنوبك له والتوب توبة حقيقية وتقبله مخل الشخصي في حياتك وبكده زي ما بيقول الإنجيل في رسالة فليبي سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع يبقى عشان تحصل على السلام يبقى المسيح هو الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر